تساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عد رئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة إيرتريا ولقائه الرئيس الإيرتري السياس أفورقي ورئيس الصومالي حسن شيخ محمود وخلال مؤتمر صحفي مع نظره الإيرتري شدد رئيس السيسي على أن الاجتماع عكس أهمية تطوير وتعليل لقوات الثنائية مشيرا إلى أنه يهدف إلى التشاور والاستفادة من تبادل الرؤى إذا أسبوا للتصدي لمخططات تستهدف زعزعة الاستقرار وتفكيك دول المنطقة وأكد الرئيس السيسي اتفاق الدول الثلاث خلال المباحثات على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال من أجل استعادة الأمن والأمان وأوضح الرئيس السيسي أن المباحثات تطرقت إلى عدد من الملفات الإقليمية المهمة في المنطقة ومنها الأوضاع في السودان التي أشار إلى اتفاق على أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في السودان كما أكد الرئيس السيسي الاتفاق على خطورة استمرار الأوضاع التي أدت إلى اضطراب حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر الأمر الذي عكس سلبا على معدلات التجارة العالمية أدنت مصر ما أقدم عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي من قصف لمدرسة تؤوي النازحين في دير البلح بوسط قطع غزة وكذلك قصف قوات اليونيفال بجنوب لبنان وكذلت الخارجية أن مواصلة جيش الاحتلال الجرائم الشنيعة على مدار عام دون مساءلة دولية أدى لتمديه في انتهاكاته للقانون الدولي مطالبة بدرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة ولبنان والعمل على خفض التصعيد وتخفيف حدة التوتر كما طلبت الخارجية بدرورة الالتزام الاحتلال بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها أكدت السلطات اللبنانية أن ضربات إسرائيلية قتلت 22 شخصا وأصابت أكثر من مئة في وسط بيروت فيما أكدت ثلاثة مصادر أمنية أن قياديا كبيرا في حزب الله نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن قواته نفذت عملية في منطقة النقورة بجنوب لبنان بالقرب من قاعدة من يونيفال قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أن قوات حفظ السلام عازمة على البقاء في مواقعها في جنوب لبنان على الرغم من الهجمات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية التي أصفرت عن إصابة أفراد من الأمم المتحدة وتسببت في قلق دولي وقال أن الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفال بقضائف الدبابات ونيران الأسلحة الصغيرة أصفرت عن إصابة اثنين من أفرادها وتعطل بعض قدراتها على المراقبة قالت نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي لرئاسة كاميلا هاريس أن هناك حاجة للتهديئة في الشرق الأوسط في ظل شن إسرائيل الحرب على كل من غزة ولبنان وأكدت هاريس أن الولايات المتحدة تسعى لمنع انزلاق الأوضاع في الشرق الأوسط إلى حرب شاملة في ظل تهديد إسرائيل بشن هجوم على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي نفذته عليها جاء ذلك خلال تصريحاتها لصحفيين في لاس فيغاس يواجه منتخب مصر في السابعة مساء اليوم الجمعة منتخب موريتانيا ضمن منافسة الجولة الثالثة من تصفية الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب عشرين خمسة وعشرين كما يستعد منتخب مصر لمواجهة المنتخب الموريتاني في السادسة مساء اليوم الثلاثاء الخمس عشر من أكتوبر أدى لعب منتخب مصر تدريبات بدنية مكثفة على يد مخطط الأحمال البرازيلي في جهاز حسام حسن وذلك خلال المران الأخير المقام حاليا ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا عشرين خمسة وعشرين بجواري كل من كاب ذيردي موريتانيا وبوتسوانا ويحتل الفراعنة صدرت جدول ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط ورأس الأخضر برصيد ثلاث نقاط وموريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط